اهلا بحضراتكم يعني من زي بيقولوا كده من عوجائب القدر الجزء اللي احنا عرضناه من اعمال الفنان الراحل الكبير الحج فهم عبد الحميد كمان كان يحب ان ينادى من الحان لسه الست زوائل بيقول ان هي من الحان الراحل حلم بكر اللي وفاته المانية النهاردة كل التعازم مش بس من باب تكريم رواضنا في كل المجالات حتى وان مر على رحلهم عشرات السنين لكن كمان بندور على اسباب بقاءهم كل السنين دي في ذاكرة الاجيال اللي عصرتهم مولد السبعينات والثمانينات واللي قبلهم كان بينهم وبين بطل فقرتنا الليلة رباط قوي جدا مع اقتراب دخول ربضان كل سنة وكل سنة وحضراتكم طيبين الحج فهمي عبد الحميد كما كان يحب ان يناديه الناس الغائب الحاضر باعماله الخالدة يمكن رحل من 34 سنة ورحلت معاه العديد من اسرار الصنعة هنا في التاسعة وفي بيت الحج فهمي عبد الحميد في التلفزيون المصري والليلة مع ورصة هذا المبدأ هنسترجع ذكريات زمان ونحاول نكشف جزء من اسرار صنعته اللي لا تزال باقية حتى اليوم معنا ومع حضراتكم وهبدأ طبعا بي يعني اعتبارها تحيزا مع الإعلامية المتميزة فهمي عبد الحميد أهلا بيك أهلا بيك من نورة الدنيا كلها ربنا يخليك أنتو يعني أصحاب مكان ومعنا المخرج المبدع الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد أهلا بيك أهلا بيك أستاذ وائل اسمح لي هبدأ مع لمياء باعتبارها أن هي يعني أستاذة وزميلة وحاصدة جواز الله أكبر دولاب لمياء مليء يعني لنتابع صفحتها وأنا طبعا أحد أصدقائها وده لها الشرف الله أكبر يعني لمياء احنا كل سنة أنا بعتبر جيلي والجيل اللي قابلي وشوية من الجيل اللي بعدي كان ارتباط رمضان معاهم مرتباط قوي جدا بفوزير رمضان في دخلة رمضان كده كنا بنستنى فوزيره ألف ليلى وليلة عيلة الحج فاهم عبد الحميد بتستنى رمضان ازاي وبتسترجع ذاكراتها ده ازاي الأول دلوقتي بص هو رمضان بالنسبة لنا أنا هيفضل رمضان بالنسبة لي بابا الله يرحمه يعني أجواء رمضان بريحة رمضان بالتليفزيون بلمتنا وقت الفطار بكل الكلام ده هو بالنسبة لي بابا زي ما فيه جيل كامل ارتبط بالنسبة له رمضان برضه بالفوزير وألف ليلى وليلة يعني احنا الجيل بتاعنا يمكن لما بنسمع مزيكة أي حاجة من الحاجات اللي كانت في الوقت ده مش بس الفوزير وألف ليلى وليلة حتى المسلسلات وتترات المسلسلات اللي كانت في الزمن ده وفي الوقت ده هي مرتبطة بوجداننا بذكرياتنا وطفولتنا وحياتنا ولمتنا وكل حاجة كتحلوة الحقيقة كل يوم بعد العشاء بنستنى بقى والناس دي يعني يدوا بعض المواعيد ما كانش فيه بقى ولا موبايلات ولا الكلام ده يدوا بعض بعض الفوزير بعض الفوزير وانا بقدم الفقرة قلت جزئية وده اللي كان هدفي النهاردة وهدفنا في البرنامج ان احنا نسلط الضوء على جزئية مهمة جدا بعد 34 سنة لسه العمل باقي والذكريات باقية هل الأستاذ فهم عبد الحميد كان يدرك أو كان يتمنى انه بعد السنين دي كلها هتفضل سرته باقية وعمل عشان كده ايه لا 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 هو قال لي هو قال لي قبل وفاته بثلاث تيام كان يوم عيد ميلاد عيد ميلاد لمية كانت جمعة ونزلين انا وهو من البيت جايين على التلفزيون فماكملناش عيد الميلاد فشايفني ان انا قاعد في العربية مش مبسوط فبيقول لي ما لك عشان سيبت عيد الميلاد بقى ونزلت معاه بالليل وجينا كنا بنبات هنا كنت مساعد مخرج معاه لا هقولك بس في الوقت ده لسه كنت صغير بس من وقتها وانا كنت معاه يعني على طول معاه لحد ما دخلت معاه السينما وبعد كده بدأت مساعد معاه بس في اليوم ده انا كنت لسه يعني اللي هو بروح معاه بس فبيقول لي انت متدائم من ايه قلت لي يعني يا بابا كنا عدنا بس كملنا عيد الميلاد وكده قال لي بكرة بعد خمسين سنة هيجو يقولوا كان فيه هنا واحد اسمه فاهم عبد الحمد بالزبط كده اللفظ ده ما انسهوش وفاكر الجملة وفاكر المكان اللي كنا ماشيين به في العربية وقد كان دي حقيقة يعني كان ايه بقى كان ايه مقدمات هذا النجاح يعني ايه ايه ادوات هذا النجاح الاخلاص هو كان مخلص جدا في عمله كان الفوزير دي كانت بها غد سنة تجهيز يعني بعد العيد الصغير يبدأ تجهيزات لو كان الستيزة عبد سليع مامين او كان وقتها برضو قبله كان الستيزة عبد رحمان شوقي كان فطوطة والستيزة صلاح جهين كان مع الفنانة نيلي وكان بيبدأ بعد الفوزير على طول بعد العيد بيبدأ يفكر ايه ما بيخدش اجازة اه ايه اللي حنعمله السنة الجاية ويبدأ ياخد مش اقل من سبع شهور فافكار تيجي وتروح وتيجي وتروح ويتكتب منا حلقات وتترمي ويتكتب جديد ويترمي السيد عبد السلام امين الله يرحمه كان بيجي برضو يقعد ما انا كان البيت في الاناطر كان بيحجي الشلي كده في الاناطر عن نيل ويقعد يكتب كان بابا ينزل يروح التلفزيون ويرجع له ها عملت ايام كذا يقعدوا وتناقشوا مع بعض ممكن بعد كل ده السيد عبد السلام يقول له لا 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 انا عندي حاجة بقى احسن ويبدأ تاني فكان انتخذ مجهود ما راهمش غير الشغل دي في حد ذاتها رسالة كافية قوي يعني الاجتهاد في المسيرة السيرة ويكملها طب ذكريات لم يبقى على للأب بقى فهم عبد الحميد كنت معاها انا عارف انت كنت معاها دايما وبعدين ارتباط يوم وفاته بعيد ميلادك اللي كان قبلها بتلات يام زلو أستاذ زوائل ما بيقول اكيد مأثر فيك انت تحديدا تأثيرتها هي التوليفة كلها مأثر فيها خلي بالك يعني هو ممكن ما كونش عشت معايا فترة كبيرة من عمره يعني 13 سنة بس لا هو منهم وقت كتير معاها في الهلق نسبيرهم طبعا ربنا كان مديني عقل أكبر من سني وإدراق أكبر من سني عشان ابقى فاكرة كل تفصيل وكل موقف انا وانا دخل دلوقتي قلت المكان ده انا مشيت فيه وانا صغيرة معايا النهاردة انا ماشية فيه لوحدي طبعا لا المبنى ده ده بيت بابا الاول مش التاني يعني احنا كنا بنيجي نشوفه هنا مش هولي بيجي نشوفه في البيت وفترة تواجده في البيت كتقليلة جدا فكنت عشين معايا هنا في مسجد انا كمان بالأخص وائل كمان أكتر على طول بقى معايا بس قصة انهو بياخد باله من كل تفصيلة يعني الستاذ ويل بيقول من من تاني يوم العيد الصغير اللي هو الناس بقى بترتاح اي عمل دلوقتي اي حد بيعمل حاجة بياخد فترة راحة ده كان بيبدأ مباشرة على طول اكتر حاجة على المتنى منه اي بقى في القصة دي حاجة متعبة قوي والله العظيم تعلمت منه حاجة متعبة تعلمت منه زي ما وقل قال كده هو كان مخلص قوي في شغله وبيحب شغله قوي لدرجة انه شغله اخد من حياته جزء كبير جدا فأنا طلع زي وأنا بحب شغلي بشكل جنوني يعني اللي هو بابا احنا كنا طول ما احنا شايفينه قاعد هو قاعد بيفكر حيعمل ايه حيقدم للناس ايه حيحافظ على مستوى النجاح ازاي حب الناس للفوزير وقال في ليلة وليلة هو ازاي حيحافظ سنة بعد سنة على النجاح ده كان بياخد منه ارهاق في التفكير وكنت قاعدين في الاناطر ويمكن في حاجة مشتركة بينكم يعني الحاجة فاهمي أنا ممكن اقول حاجة فاهمي عادي ما كان حد بيقولي ما حدش بيقولي هو برضو والده توفى هو صوير مظبوط طيب حتما سألت النجاح انه بيحافظ على النجاح في يعني فنانين لو لقى نفسه ناجح في حاجة معينة ممكن يكمل عليها شوي لكن فكرة التغيير الحاجة فاهمي نجح في الفوزير مع الفنانة انيلي تمام وبع ذلك غير بعد كده مع الفنان سامير غانم وبعد كده ثلاث سنين وغير مع الفنانة شريهان ما كانش بيخاف انه يفقد هذا النجاح لا هو كان طبعا بيخاف ده كان كل سنة مع نفس الفنان ونفس النجم بيخاف لانه هو كان على طول بيفكر ازاي يبقى احسن من اللي قابله ازاي الفوزير السنة دي تبقى احسن من اللي قابله فمزلا فوزير الفنانة شريهان حول العالم كانت حاجة خطيرة عمل عمل تلاتين لحل تلاتين دولة وتلاتين استعراض وفي نفس السنة كان فاطيمة وحليمة وكريمة اه الف ليلة وليل كانوا اقوى حاجات ده غير الفكرة نفسها اه اه كانوا اقوى حاجات يجي بقى بعد كده يقول طب هعمل ايه السنة الجاي بتبقى الفكرة بتبقى أصعب نجاح اه نجاح الفوزير بالنسبة له كان بيبقى حمل كبير عليه عشان السنة الجاي هيعمل ايه عاوز عاوز يبقى يعني على قل على نفس المستوى على قل فيه اسرار في الصنعة حاولت اوصلها مش عارف زي الخدع حتى هو كان بيرفض انه يتكلم دي انا لازم نعرف حاجة النهاردة منها ليه لكن اسمحني هنروح لفاصل ونجد يعني نكمل كلام مع حضراتكم مشاهدينا عن مسيرة وسيرة الراحل والمبدع الحج فهم عبد الحميد والباقية حتى اليوم اهلا بحضراتكم مستمرين في فقرتنا الراسية في الحديث عن الراحل المبدع الحج فهم عبد الحميد فوزير رمضان فطوطة وصمورة والشريهان ونيلي وايضا الف ليلة وليلة بيشرفنا في الاستوديو الاستاذة والزميلة الاعلامية المتميزة لم يأفهم عبد الحميد بكرر الترحيب بيك لم يأفهم بيك واستاذنا المخرج المبدع الوريس الشرعي لهذا الابداع الاستاذ واقل فحميد اهلا بيك اهلا بيك لم يأفهم الاستاذ واقل الجزئية كده وانا كان في صراح بصراحة عامل حساب ان انا سأل عليها بعد 34 سنة يعني بنتكلم مثلا في 50 سنة من بداية الاعمال كان فيه جزئية مهمة جدا كان بياخد باله منها قوي الحج فهم المشاهد اللي هيشوفها الطفل فكرة حاجة هل سألته مرة ليه مهتم قوي حتى كان فيه شط في فطوطة تقريبا اخد فطرة على ما تشال وكده ده كانت البدلة بتاعت فطوطة كانت لونها اسويت في اول 3 حلقات وبعدين هو غيرها قال ان انا اخشى ان الطفل يعني يخاف من الكاركتر او ان هو ما يبقاش حابب يشوف للدرجة دي على فكرة انا اشتغلت معي اغاني الاطفال اه اعملت ما فيه انا شاركت اوه انا شاركت يطلع عني لا يطلع يا عمد الله هدور عليها واجبه لا ايه قصة ان هو قد ايه كان حريص على الطفل مع ان العام الاعمال دي كانت اطفال وكبار وكلنا كنا بتفرج عليها فاصراره اعتقد ده ما عادش موجود الفكر ده ان انا اخلي بالي من المشهد بيحترم عقلية الطفل جدا ما بيستهونش بيها لانه هو الفكرة انه الاطفال عقلهم وفكرهم عامل زي السفينجا بالزبط هو بيمتصوا كل شيء بيشوفوه فهو هيقدم للطفل ايه شوفوه عشان الطفل يتفضل محفورة في ذاكرته اللي هو بيقدمه له فهو كان بيحترم عقلية الاطفال جدا وكان بيحترم اي حد على فكرة وما زلنا انا كنت اعتبر نفسي كنت طفل ايامها فما زلت فاكر تفاصيل كتير جدا في الاعمال انا عمري ما فاكر ان انا شفت اي مشهد وده هياخدنا بقى ليه السر الصنع ايه الخدع برغم التحديات كلها اللي وجهها برغم قلة الامكانات اعتقد ان احنا لابقى بيشوف الف ليلة وليلة دلوقتي والفوزير وبينصدق ده لحد النهاردة اه وهو ما كانش بيقول على سر الخدع لانه كان بيقول لو تعرفت خلاص اه هو تمالي كان بيقول كده يعني دي خدع فلازم اخدع اللي قدامي لو عرفته دي بتعمل ازاي هم مش هستمتع بيها بالضبط لكن المجهود بقى اللي كان بيبذل عشان احنا مجهود كبير الامكانيات اه ما كانش فيه طبعا اي امكانيات خالص نهائي مكسر صغير كده هو اللي هو اللي بيعمل عليه كل حاجة بس فيه حاجة بالنسبة للطفل برضا عاوز اضيفها تفضل كان فيه في فوزير فطوطة جملة بتتقال في بداية التتر النهاية فكان لأستاذ سامير غانم وشه بيبقى كده والوش تاني كده فالاتنين بيغنوا كده والاتنين بيدخلوا ببعض يبقى وش واحد قعدنا ليلة كاملة ليلة من بعد الصحور لتاني يوم قبل الفطار يتعامل فيه الشوت ده وبعد كده لغاه ما تحطش ليه بقى قال أنا خفت الأطفال تخاف منه يا الله بس ايه يعني يوم احنا تملي كأننا يشغل من بعد الصحور لتاني يوم قبل الفطار كل يوم كل يوم وبعد الفطار يعني مثلا من الساعة 11-12 بالليل يبدأ تسجيل الصوت لحد الصحور والتصوير يبدأ من بعد الصحور لقبل الفطار يعني العمل كان بيستمر كمان فضل ما استمر لحد رمضان كمان لا لا لحد يوم الوقفة ده انت عارف حضرك لو جهت اه يوم الوقفة يوم الوقفة في اوقات رمضان كان بيجي 29 يوم الحلقة الاولى التلاتين كانت بتتزاع اول يوم العيد احنا كنا اول يوم العيد هنا في تلفزيون يعني هي قبل ما بتتزاع بنقص ساعة وبيبقوا مخلصينها اه طيب لو الحاجة فاهمي موجود في الامكانات الحالية احنا كنا هنشوف ايه بقى عليك يعني كل حاجة بتشوفها وعرفت انها خدعة لكن هو بدأ بداية هو خد بداية كل حاجة الناس ما شافتش ده قبل جد خد بداية كل حاجة اه وخدها صحة كمان بالزبط فانت دلوقتي لو شفت اتعامل بتقنية اعلى واتعمل بشغل مستوى اعلى برضو الاستمتاع بتاع الجيل دلوقتي مش زي الجيل بتاعنا خلاص بقى لقى حاجات تانية لقى حاجات تانية وبقت سهلة بقت سهل يعني اند هو يقدر يعملها لا كان فيه فوتوشوب ولا كان فيه خش على الفوتوشوب بتحط جسم مكان جسم وش مكان وش تعمل كل حاجة تظبط الوش تغير الوش هميني هو البداية بقى سهل جدا بقى اي واحد قهد على كمبيوتر بيعمله لكن الحاجة فهمي كان هو البداية البداية انك انت عمرك ما شفت الكلام ده شفتش حد مشى على الميا ما شفتش حد الاسد بيفتح بقوا ينزل حد ما شفتش الكلام ده كله ما شفتش الكواكب الفنانين لي ما كانت تركب تنبكة وتخش تعرف صفات الناس اللي على الكواكب فتقابل ناس وتعمل ناس وتشايف التنبكة نزلة بيها ركباها فانت مش متخيل الناس كانت بتيجي في الستوديو كنا منصور في الستوديو اتنين بسا كنت صغير او يعتبع كان العاملين في التلفزيون بينزلوا يتفرجوا عشان يتصوروا جنب التنبكة فانت لو عملت الكم ده دلوقتي ما حدش خلاص بقى احنا اقول الناس مصري هي اول يعني الدول العربية بعد كده السعودية ولبنان وسوريا اخدوا مننا الفكرة لكن حتى هم هناك بيشهدوا بقولوا ما تعملتش زي ما تعملت في مصر لا لا الفقاء بص مصر هي أساس كل حاجة مصر يعني الفن المصري هو أساس كل حاجة طيب ليه ما عدتش موجودة كإعلامية بقى دلوقتي والف سلام عليك أنا عارف انك تعبانا لا 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 خالص قال في سلام عليك ليه ما بقاش ده موجود النهارضة وزي ما واقل قال كده بص الفوزير كانت في وقتها هي البمبونة بتاعت الحكاية اللي هو انت بتعد تستنى تشوف كل سنة تتري الفوزير عامل ازاي والحاجة فهمي هيقدم ايه في الفوزير ايه الخدع ايه الحاجات المختلفة وما كانش فيه غرلت للقناة الاولى والتانية تقريبا والتالتة كانت لسه بقى فالانبهار اللي كان موجود عمره ما هيبقى موجود النهارضة انت النهارضة تقدر تفتح اي قناة تشوف اي حاجة يعني يو واقل بيتكلم على الخدع كان فيه شوت في الفوزير بتاعت فاطيمة وحليمة وكريمة في الحلقة السبع وعشرين احب كنت عباوي احنا كلنا كلنا وجيه قال بص انا فاكرة اصلا انا يعني انا فاكرة كويس قوي بالشطات وبكل حاجة حلقة السبع وعشرين ما بتنساش حاجة لبابا ما بتنساش طبعا قال هتشوفوا مفاجأة فاستنينا كلنا نشوف ايه المفاجأة لا ما بيقولناش لا 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 فكانت المفاجأة ان حليمة بتظهر وقدامها كريمة والاتنين بيحضنوا بعض في كدر واحد وبيطبطبوا يعني بتطبطب على ظهرها وهي هم الاتنين مش زي ما بنشوف كنا بنشوف حتى في الافلام ان هو لا ده دوبلير ويجاي من لأ ولما ايكي كده يروح قاطع جايبهم بالدار لا هو جابهم في كدر واحد الاتنين وقفين كده وبيحضنوا بعض وبيطبطبوا على بعض دي كانت وقتها حاجة خطيحة بقنا نشمس يعني الديكورو اللي احنا عاديين فيه ده لو كان من 34 سنة شوفناها كان أغمى علينا احدش يعرف مين يا ايه ده احنا طلعنا الفضاء انفاهمني دعي لا هو هو عملنا حالة كده غريبة أكيد كان فيه انتقادات بتوجه ليه في بعض الأول كان بتعامل معها ازاي الصحاب اللي هو كان اصلا هو ما كانش بيقرأ ما كانش بيقرأ بس فيه موقف برضو هحكي لك عليه الموقف ده حصل اول سنة لفطوطة تمام اعتقد اه كانت 82 82 82 82 82 اول يوم رمضان توفى كان رئيس الوزراء وقتها دكتور فؤاد محيدين اه تمام اه الساعة 2 الظهر فكان فيه كلام هل هتقف البرامج والمسلسلات ولا لا تمام تمام ففي اليوم ده ما تزعيتش الحلقة والحمل الحداد ثلاثة ايام اه تاني يوم الجرنان نزل شتم في الفوزير قل وحيه ما تزعيتش الحلقة يعني كان فيه هجوم مسبق من قبل ما تتعرض اصلا يعني هو اه كان فيه كان فيه دايما يتقال اش معنى فهم عبد الحميد اش معنى هو اللي يعمل فوزير ما فيه ناس تاني حاجات زي كده بقى كان بتعامل معه ما تده ما تده فرص طيب تمام اصلا انا بتكلم على امكانيات قليلة بتكلم على وقت اعتقد حتى كمان كان الدخل يعني مش 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 زال بنسمع اليومين دول اصلا 600 جنيه تقريبا كانت في اليوم تقريبا ايامها ايه الاجر اجر الفوزير او البودجت بتاعة الفوزير انا سمعت ان الفنانة شرهان خدت الفوزير كلها 30 الف جنيه تقريبا في السنة ممكن اه لا لا البودجت بتاع الفوزير والف ليلة في اخر سنة كان 750 الف بكل حاجة بالازياء اللي احنا كنا بنشوف كله كله اه كله كان بيتعامل بقى في ظل ده في ظل ان هو بيطعب وبيكتهد وبيخترع حاجات وبيلاقي كمان مواقف تقف اصاده كان بيتعامل ازاي احكيلي بقى الموقف لأزولاج اخر سنة للفوزير بقصها السنين الاخيرة قبل وفاته كان الهجوم زيادة شوية يمكن وقال يفتكر كان الهجوم مع الفوزير وعلى انه نجاح بتاع السنين دي كلها اه وانه كيف هي فهم يا عبد الحميد بقى وما فيش ما ندي فرص لناس تانية ومش هارف اي حاجات كده فكان بيصور اخر حلقة في فوزير فنون ويمكن التفصيلة دي هتبقى عند وقال اكتر بس انا هقولك بس الكلام اللي تقال في الحلقة ساعتها كانت الحلقة الاخيرة عن فن الفوزير وهو خلى الفنان راحل عبدالسلام امين جمع كل الفوزير اللي فاتت على مدار حياته اللي هو اشتغلها اللي هو نيلي وشريهان وفطوطة وكل وعملوا اغنية انا عمري في حياتي بانسا ريت تلاقوا الحلقة دي لان انا انا نفسي اشوفها كانت بتقول الاغنية باي باي بقى وكلنا ماشي وتوتا توتا توتا وهي خلصة الحدوتة بس الفراء صعب وقاسي واحلى بوسا لأحلى جهاز جمعنا وانتم في التلفاز فن الأغاني والألغاز باي 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 فكرها وقد كانت الرسالة لا وعبدالسو زعب السلام كتب شكر لكل اللي عمله فوزير يعني هي الكلام عن المبدعين من نوعية الحج فهم عبد الحميد يعني مش هيخلص ولا بيخلص لان احنا زي ما قلنا فيه رسائل في الموضوع فيه تحدي للصعاب فيه تحدي للإمكانات فيه تحدي حتى للأراء المعارضة ومع ذلك بتخرج بإبداع لانك اكتهت وهيفضل إبداعك مستمرة على مدار السنين زي ما توقع او زي ما قال لان بعد خمسين سنة الناس هتقول كان فيه مخرج اسمه فهم عبد الحميد احنا بنقوله هو ان كان فيه مبدع في فن الفوزير والفنون عموما الحج فهم عبد الحميد حلقة الأخيرة من فنون الحلقة الأخيرة من فنون ان شاء الله نلاقيه لكن زي ما قلنا يعني بيبقى أسره الطيب سواء في أعماله الفنية او في حضراتكم طبعا ربنا شكرا انا بشكركم جدا بشكرنا والمتميزة والإعلامي المتميزة لم يقف عبد الحميد نورتنا النهاردة الف سلام عليكم بشكرك لوجودك معنا وكل سنة وحدك طيب وقصاز وإلف عم عبد الحميد بشكركم مشاهدين في نهاية حلقتنا وللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من التساعة مع الزميل الأعلامي الأستاذ يوسف الحسيني وتصبحوا على ألف خير